السلام عليكم. مرحبا بكم في الفيديو الثاني من ريدبيل. ماذا لدينا هنا. هذا الفيديو اعمله كرد على الذين يقولون هذا لا يحصل في مجتمعاتنا. انتم تبالغون. فهنا لدينا صفحة شاب شاب مغربي. وهذا يعني يعني ليس ليس غروب خاص دخلته خلصة وانما هو هي اشياء معروضة للجامعة معروضة يمكنكم الان ان تفتحوا الفيسبوك وتشاهدوها. ماذا كتب هذا الشاب. دريات شي وصفة لتبييد المناطق الحساسة. قرأ هذه الكلمة لن اقرأها معناها خسيتين ولو زرقين اصبحوا لونهم ازرق. الدريات يعني البنات يطالي هو يطلب وصفة لتبييد خسيتين. هذا الشاب يطلب وصفة. اذا لنرى جواب البنات وهذا لا يحدث في مجتمعاتنا. انتم تبالغون لماذا ستجيب البنات. وهنا يعني يحضروني كلام البعض عندما يقولون لنا انتم تبحثون في في مطرح النفايات. فطبيعي ان تقعوا في كيس قمامة. ابحثوا جيدا فبناتوا الناس كثيرات. وهم اما لا يعلمون او يتجاهلون بان نفس تلك البنات اللواتي لديهن صفحات ام حفصة وصفحات طيور الجنة. هنا يعني نفس البنات يعني تجدوا هنا وهناك لديها لديها حسابين الفيسبوك او ثلاثة تكتب بهذا وتكتب بهذا. ولذلك نجد نجد بعض الشباب المصريين ينخادعون. نجدهم يطالبون ويقولون يجب ان نذهب الى دول المغرب العربي فهناك البنات متدينات ويطعن ازواجهن ازواجهن مساكين. هم لا يعلمون بان تلك الصفحة صفحة الفيسبوك التي تتكلم بها معه هي صفحة تالتة او الرابعة. ولا لن يراها تدخل هنا تعطي وصفة لهذا الشاب لكي يبيض خصيته. اذا انا لن انطق هذه الكلمة من باب حياء. الذي يستطيع قراءتها يقرأها. اذا اختنا حليمة نجلاء راحاني رقضهم في جافيل. يعني ضعهم في ماء جافيل. اذا اذا اجاباته يعني اجابات سو كومنتر اللي تكون تحت تحت تعليق نن ادخل لها كي لا اوطيل كثيرا. يعني تكون هناك درداشات. المهم هذا السؤال السؤال حصل على مئة وتسعة وسبعون ضاحك كما ترون. طرح السؤال يعني منذ يوم. ما كانش وصفكين توحيد لون بزاف الفلوس. هذه اعطته فكرة يعني تجيب بكل جدية وهو يجيبها وهناك ضاحك. وهذه تضحك عهود. تضحك. وهذه هاجر بورو. هذه هي التي سا ستقيدك للفجر. الهربة. الهربة يعني كلمة نقولها يعني يعني طب ضاحك. اضحكها كثيرا. اها لن ادخل لسو كومنتر. لن ادخل مثل كمثل خصيتها. وهذه حيات حيات. تضحك. سقطت من الضحك. وهذه فتيحة. ازام. ها ها ها. ليش كانوا بيضين؟ هل كانوا يعني لونه ابيض؟ تسأل. اضحكتنا معها. جافيل هذه تقول اكرام 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 جزائرية. اكرام شلال شلال من الماء من المتدفق. شلالات نيجارة على وجهها. جافيل تقول جافيل ولا ماء قاطع دقة بطلة. استعمل استعمل جافيل. هذا محلول الذي نستعمله لتبيض الملابس والنظافة. ولا ماء قاطع. يعني ماء قاطع هو يسمونه في مصر ميت نار. ميت نار. بالفرنسي اضون هو عصود كلوريدريج. عظيم عصود يعني هو حارق. ايه. تقبلين يعني يعني يدق واحدا يصبح وخسيتك بيضاء. وجميلة. ها 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 ها. هذه تقول له عكرفاسي. ها 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 ها. مصلح ليلى. جميل هذا البوست هذا رأيته قبل قليل. عكرفاسي هذا هو أحمر شفاه معروف عندنا في المغرب نسميه أكرفاسي لكي تصبح لونهما وردي هذه سكينة الزاهي وزرقين أو لبني غامقية تستفسر وكأنها تقول له أرسل للصورة ولكي أرى اللون وأعطيك الوصفة هذه السوهة تقول جافيل عندما تتكلم مع واحدة من هذه البنات لن تقول لك أنا أدخل عند الشاب وأتكلم معه على خسيته هي ستقول لك بأنها تقرأ القرآن وتقول لك الأحاديث وحتى عندما يقع الطلاق هناك من سيقول لك عليك أن تختار جيدا وعليك أن تسأل ومرة تانية إن شاء الله لن يحدث طلاق دائما كل الذين يتزوجون لم يعرفوا الاختيار هناك دائما الملك الطاهر مختبئة لا ندري أين يعني عندما تتكلم عن مثل هذه السفالة يأتينك ويقول لك لا تعمم يا أخي هناك بنت ناس وعندما يعني اليوم صباحا ذهبت إلى البحر وجدت فتيات صغيرات يعانقهم شبان في الصخور وفي الماء يسبحنا معهم ستقول لك البنات لا تعمم ليس الجامعة ليس الجامعة تسبح وليست كل النساء تعمل هذه التعاليق وليست كل النساء تطلب طلاق وتخوزق زوجها وليست كل النساء تخون زوجها يعني كل مجال تكلمت عنه كل مشكلة سوف يقول هنا لك لا تعمم ليس الجامعة الفيديوهات التي يعملناها ما اسموها يعملناها روتين روتين اليومي روتين اليومي التي انتشرت بفيزيون يعني بكولون تلبس كولون وتعطي مؤخرتها للكاميرا ليس الجامعة لا تعمم يا أخي وإذا تكلمت عن طيور الجنة لا تعمم فماذا إذا جمعنا هن كل هن ماذا سيتابق لدينا؟ إذا نستمر سوهام قالت له جاذيل لو جاذيل ليلى بن ناصر قطعهم باش ما تسيحش ليك الزرقية قالت له يعني قطعهم لكي لا تنتشر ينتشر ذلك اللون الأزرق في جزمك كله نصيحة جيدة يا ليلى هذه غزلان غزلان ما بقيتوش تحشمو أنت يعني أنت دائما أحاول ترجمة الدائجة المغربية موقيتوش تحشمو يعني ألا تستحيون وتبتاسم أنت تستحيين عندما دخلت هنا وهناك يعني ملاحظة كنت لاحظتها من قبل أنه هناك من تأتي وتعمل يعني تعمل تعمل هذا هذا الإيموجي هذا إيموتيكون تعمل يضحك دون أن تعلق لأنها لا تريد أن يظهر تعليقها عند عند أصدقائها تدخل متنا في التعليق وتعمل إيموجي ضحك وهكذا خلصة مريم ماجي نقص نقص تكفات تجنبنا نطق هذه الكلمات حتى نطقناها رغمنا عنا هي المسخوطة نقص تكفات مسخوط راه ماشي غيولي غيزرق راه شي نهار يهرب ويخليك قالت له نقص الععدة السرية يعني بالدريجة تكفات اللي كي تقولها البنت اللي شاب هكذا بان بيبليك تعلموا المستوى الذي وصلنا له راه ماشي غيولي لن يصبح فقط أزرق و سيهرب ويتركوك هذه الترجمة هذه أميمة بالغيتي سيدو كريم ها 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 أعطته إسم اسم كريم هذه إي, آش جاذيل زائد مقاطع يعني جاذيل وميت نار يعني هذه نفس نصيحة جربها و ادعي معي لن ندخل الى هذه التعليقات من تحت هذه بومادا دعوى دعوى عزاوى نورا نورا وسيطي تقول له بومادا يعني دعوى عزاوى هم نسمى الأفارق الذين دخلوه من كينيا و من نيجيريا و من دخلوه هنا عزاوى يعني أسود اللون هو الشخص أسود اللون نسميه هنا في المغرب عزي يعني أسود عزاوى ما اللون هم أسود ليلى مروى دير الخميرة هذه جوهرة ماماها يا سلام أنا سوف أطير إلى ماماها لكي أخطبها هذه الجوهرة قوقيات سخفانات هذه تخيلتهم قوقيات هو اللون قوقي هو اللون قوقي يعني القوق لا أعلم اسمه لاحظون اسمه الآن باللغة العربية نأكله هو من الخضر نأكله لونه لونه هو يكون أخضر ولكن يصبح لونه بنفسجي غامق سخفانات يعني متدليات هي تقصد اللون والحالة هذه جوهرة ماماها تحب خصيتين المتدليات تحبهم إلهم هكذا إلهم إيت تسجل معنا في أوريفلام أه أوريفلام ونعطيك الحل ودخل معنا في أوريفلام وسنعطيك الحل شكرا يا إلهام نورا برادا حيد ماكينة واللي تكب اللي تكب ما طيب اللي هم وتريش حيد حيب اللي هم هذه النصيحة لم أفهمها طيب اللي هم وتريش مارتش سوف أنظر لماذا نجربها صافي مرة الجاية نجربها إذا هو فاهمها سيعملوا بالنصيحة المايزينة هذه بودرة بودرة تبع وضانون السوس هذه لوجوه هنا لوجوه وضانون ياغورت ياغورت بدون سكر أو الذي بالسكر والمايزينة هذه ويداد شكرا يا ويداد مصلح ليلى أعطته الصورة أعطته الصورة قلب ل اسمته مصلح ليلى تيما الإدريسي كيف تجرؤين وتدخل تأتينا لنا وتقولين كل هؤلاء لا يصلحنا للزاواج يعرف تختار كيف أكثر من مئة بنت في يعني في التعاليق كلها لا تصلح للزاواج أين هذه التي تصلح للزاواج؟ هي نفسها في كونت تاني فهنت هي نفسها في كونت تاني تصلح للزاواج هنا لا تصلح للزاواج لماذا؟ لأن هنا انفضحت هنا انفضحت فأنت يجب أن تعرف تختار وهناك في كونت طيور الجناس وفيطير الأخ المصري من مصر على المراق يأتي للمغرب بيو ويتزواج بالبنت المغربية التي تطيع زوجها ويأخذها لبلادي وهو فرحان ويزقطط تيما تضحك عملت له جيف غزلان علامي تسلقهم في الماء وقشرهم يعني يعمل لهم مثل البيض تسلق البيض وتقشر قشرة تزيل قشرة فتصبح بيضاء هذه نصيحة جيدة سوف يسلقهما ويعطيك تأكلهما إلى القيتي قل لي هذه أسماء أحميد هي بنفسها تعاني من الزرقة في المناطق الحساسة فتقول له إن وجدت حلا قله لي إلى القيتي قلية وهنا دردشة معها عليك بعكر 24 ساعة يعني العكر هو أحمر شيفا نسميه هنا العكر هذه الرجاء شكرا يا رجاء هذه حليمة مجني ها 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 ضحكت وسخونت سلمة رقد جذيل هو لا يتكلم عنه هو يتكلم عنهما ركزي معنا يا سلمة قولي رقدهما جذيل لا تقولي رقد يعني كل واحدة وما يعجبها هناك دردشة طويلة بينهما جذيل حك لا تجد هنا يعني شابا يدخل هنا لأنه مكان هنا مكان البنات هذا تحت الحزاب مكانه وتأتي وتقول لك مسكينة لا تعرف شيئا والشاب يغرر بها والشاب ضحك وأخذ شرفها وليس هناك رجال و لا زادت هناك بنات وناس أنت الذي لا يعرف الاختار مريم بن جز جافيل وحك ما جافيل وعليك بيحكيهما جيدا وهناك تعليقات كثيرة تحته أكثر من عشر تعليقات إكرام إكرام أخرى واحد صاحبتي الله يسمح ليها درت لي جاذيل تقول عندها صديقة سمحها الله عملت له جافيل يعني ماء جافيل سمحها الله أي مجتمع نعيش فيه يا من تقولون لنا هذا ليحصل في مجتمعاتنا استيقظوا هذه سلمة الحر لما القاطع هي أيضا تنصعه بلصيد كلوريديك لما القاطع ميت نار شكرا يا سلمة سلامك الله ابتساب نيلا وضانون مسوس جواب يعني تجيب مسكينة تجيب بجدية جدية يعني اسم السوس ونيلا وتعطيها الوصفة وهي لا تتمنى أن تضع الوصفة بيديها نعيمتين دير بحالي هدي هذا محمد اقبال اول رجل معنا هنا ماذا تفعل يا اخي هنا لم نرى قوس قوزح في بروفيلك دير بحالي جرب ترقدهم في الماسخون والصابون لمدة ثلاثين دقيقة باش تلقاهم في الاخير مدليين ولكن بنفس اللون ضحكت عليه يا محمد اقبال البونجيمي قال له اعمال مثلي جرب ترقدهم في الماء الساخن والصابون لمدة ثلاثين دقيقة لكي تجدهم في الاخير مدليين مدلدالين مثل تلك التي قالت له قوقي ومسخسخين ولمعت مدليين نسيتها مدليين ولكن بنفس اللون ضحك عليه ننظر هنا من اعجبه هذا الجواب زاك الشريف العلاوي هده 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 رب هناك كما قلت لكم هناك من يعني تأتي هنا وتعمل مثلا هذه رشيدة في الاخير دكوين هده لن تجد لها تعليق لكنها تأتي خفيتا وتضحك هنا وهناك لكي هو مثلا يتصل بها يقول لها من الذي اضحككي انا اتكلمه بجدية فعلا تتدلى بالماء الساخين بالامس نزلت عشر سنتيمات هذا مقرف اعتذر عن البوست ولكن الواقع يجب رؤية الواقع لا تبقى تحلم وكلما تكلمنا تأتي انت وتقول لنا لا تكتروا الكلام في هذه الاشياء لماذا انتم لا هم لكم الى كلام في هذه الاشياء نحن نظهر لك الواقع لا نريدك ان تخوزك على الاقل اعلم بمن ستتزوج على الاقل اذا كنت تتزوج لك ان نفتح لك عينيك لا تذهب وتدفع في من له غيرك مجانا على الاقل السومة تنقص لا تعاملك تضع على عاتقيك كل تكاليف الزواج بالشرع والعرف وتطالبك بكل شيء حسب الدين وحسب الاحاديث وهي لا احاديث ولا دين ولا يحزنون اه حبيباء ويلات رقدهم بجافيل او لا مقاطع كذلك الاغلبية تنصح بجافيل والماء القاطع ومية نار لكي لا يجي دوما العيلة العروسة هذه تريد الزواج مسكينة هذه عملت طاق لطنجوية فرح عندما تجد هذه الحروف الفرنسية مشكولة يعلم انها لا تريد ان يراها احد خوفية اه مكرهتشي اذا هذه شمالية بمأنها عملت طاق لطنجوية فالعيلة العروسة هي ايضا ربما من الشمال في الغالب حسب هذه اللهجة مكرهتشي يعني بمعليها لما لا اه لا اكراهوا لا اكراهوا مكرهتشي يا جسبر الفرنسية جسبر من طاقي اعمل طاق لكس 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 ديالها حيث هو عنده لأنه عنده جوج مشاكل المشكلتين صغير وكوحل اه ما هي تتمنى لو تتمكن من عمل طاق للاكس ديالها للزوج او الصديق السابق لانه عنده مشكلة انه عنده صغير خصية صغيرة وقضي صغير وكوحل ولونهما اسود اه ننظر هنا من يدخل يضحك خلص ساعتين راشيدا وصاحب البوست وورداء اه شكرا شكرا للضاحك وهنا نقص من تكفات هذه اندالوسي احلام شكرا يا احلام على النصيحة تقول له انقص من العدس سرية بالدارجة التكفات والتكفات لا نستطيع ان نقوله الى بيننا نحن الرجال صادق تحترمه لا نستطيع ان تقول له هذه الكلمة ربما اذا اطررت تستخدم كلمة عدس سرية التكفات هي سيئة ليس فيها حياء هذه هي قبل ست مينوت سبع دقائق روبي وكيل روبي وكيل حردهم غيو اللي غوز هذه تقول له حدهم يعني حكم حتى حتى يصبح يصبح لونهما وردي وردي مثل الورد اذا سوف نقطع الفيديو لن ننتظر مزيد من التعليقات هذا اخر تعليق منذ سبع دقائق لكي ننوطي لأكثر وهذا كما قلت جاوب على الذين يقولون هذا ليحدث في مجتمعاتنا وانتم تبالغون وشكرا على المشاهدة والسلام الانتظام وشكرا على اللقاء